هذه اللخبطة اللي سويها مجموعة المضللين والله ما راح تمشي قلت لكم المرة اللي طافت وقولها الحين يبقى هذه الاساليب ما تمشي مع كل واحد بتسولف بتأجر لك شام واحد بتدفع فلوس ما دور واحد غير هتطلعون واحد واحد سواء الإعلام المتواطئ الشيوخ المتواطئين المسؤولين المتواطئين النواب المتواطئين كل الأدوات كل من عبث بإرادة الأمة وزور إرادتها أو صاهم في هذا التزوير سيحاسب بدل ما ناخذ يوم ناخذ شهر بس راح تحاسب أما أنك تمشي علينا هالأفلام ولا بد من والعودة لإرادة الأمة أي إرادة أمة قولي هذه إرادة بيتكم وإرادة الأمة قبل أن تعطى هذه النتاجة التفصيلية ما فيش يسمى إرادة الأمة نشعرفني إرادة الأمة إرادة الأمة تقول أنك تحصلون على هالأرقبات اللي تتعارض أصلا مع قواعد المنطق ولذلك أنا أسأل الشعب الكويتي أسألكم بالله بعيدا عن المحكمة والنيابة والنيابة وتحقيق برلماني النتائج بالنسبة لكم منطقية بالحس يعني بدون ما تكون قاضي ولا كذا ولذلك اللي صوت لكم هذا منه اللي عطاكم الأرقام يعني من ثلاث تلاف لاثنائش هادي شلون تيرجي شلون هذول اللي يزور في هذا النمط يزور في شيء أكبر وإحنا بالكويت معتادين هالمسائل اشتركوا في القناة